جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم قرية سرى غربي نابلس مشاهدي الوطن تغطية مستمرة لحظة بلحظة لتدعيات ما يحدث في قطاع غزة حيث اعلنت وسائل اعلام فلسطينية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم قرية سرى غربي نابلس حسب ما افادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عجل وقد اكد دكتور ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ان سكان غزة يتعرضون لمحركة جماعية وان الجسس والضحايا تملأ شوارع القطاع وشدد خلال مداخلة هاتفية لقناة اون على ان الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه ولا بد من التدخل لوقف المجازر التي تقام هناك وذكر متحدث الحكومة الفلسطينية ان اكثر من مئة طائرة حربية اسرائيلية تقصف غزة هجوم كسيف تعرض له قطاع غزة من قبل طائرات قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عملية الاجتياح البري اذا نيران مشتعلة في كل مكان نتيجة استخدام الغازات القوية الاعنف منذ بدء العدوان على فلسطين وقد انقطعت الاتصالات منذ ساعات والانترنت والقهرباء عن قطاع غزة ليزيد من معاناة الشعب الفلسطيني والكارثة الانسانية في القطاع بالتزامن مع اصلاق ثواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما وصفت بانها الهجمات الاعنف منذ بدء الاحداث في السابع من اكتوبر الجاري ومدى ساعات تصدر هاشتاج ستارلينك فور غزة على منصات السوشال ميديا وعلى رأسها منصة اكس تويتر سابقا لمطالبة الملياردير ايلون ماسك صاحب منصة اكس وشاركة الانترنت الفضائية ستارلينك باتاحة الانترنت الفضائي الفلسطينيين في غزة خاصة في ظل ما يعانونه من انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت شكرا لكم على طيب المتابعة ولا نملك سوى نقل الصورة والخبر لكم وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ننتظر تعليقاتكم وتفاعلكم بالدعاء ان يحفظ الله مصر وشعب فلسطين الشقيق اشتركوا في القناة